هل ده مؤشر على تغيير ينهي الوضع الشازي اللي بيكلم عنه الدكتور عمر هاشم ربيع؟ وإلى أين يسير الوضع في مصر في زل استفراد السيسي بالحكم والجيش؟ وإلى أي درجة سيصبر المصريين على الضغوط الاقتصادية؟ غيرها من الأسئلة اللي هسألها على الأستاذ الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد السورة دكتور أيمن أهلا بحضرتك أهلا بك يا محمد من السنة والطيبين أولا وحضرتك طيب دكتور أيمن خليني أبدأ معك من الآخر المقال بتاع الأستاذ عمر هاشم ربيع نائب مركز الأهرام كيف قرأت هذا؟ أنت بعتني المقال ده وأنا شفته وقريته يعني ما لازل لفت نظرك في هذا المقال؟ وما هو العجيب في أن نظام مصر ديكتاتور من زمان يعني هو الحقيقة المقال مهم لأهمية شخص دكتور عمر هاشم ربيع باعتباره عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بغض النظر عن موقفنا من الحوار الوطني لكن هو بيشغل موقع مهم في هذا الحوار الوطني تحدث عن كثير من التفاصيل من بينها أن قضية الحوار الوطني أو مشاركة المعارضة في الخارج في هذا الحوار الوطني كانت مطروحة في مجلس الأمناء لكن مجلس الأمناء أحد المعارضين هو الذي تحفظ على الفكرة وطلب تأجيلها فكان التأجيل لأجل غير مسمى ولم يطرح الموضوع مرة أخرى حقيقة فيه تفاصيل صغيرة بين سطور المقال يعني تعطي صورة ربما بعيدة عن عيوننا ماذا يحدث في هذه الدوائر التي كان ينبغي أن تعمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي لكنها لم توفق حتى الآن في إدراك خطوة واحدة في هذا الاتجاه ودهي خلينا أسألك يا دكتور أيمن ماذا لو أن النظام طلع زكي وأرسل دعوة بهذا الموضوع بهذا الشأن يعني بيرحب فيها بعودة المعارضين من الخارج هل ستلبي أنت هذه الدعوة؟ يعني قولاً واحداً ليس هناك عاقل يرفض الحوار وقولاً واحداً ليس هناك مجنون يشارك فيه حوار لا تتوافر فيه مقومات فكرة الحوار الحوار بين أطراف متكفأة الحوار حول قضايا وأجندة محددة الحوار لا بد أن يصبطه تهيئة الأجواء لحوار ما قبل الحوار الحوار لا بد أن يصاحبه نوايا ورغبة وإرادة سياسية لإصلاح حقيقي وضمانات لتنفيذ ما ينتهي إليه الحوار وبالتالي إذا ما توفرت هذه المقومات سأكون أول من يلبي هذا الحوار يعني نقدر نقول أن هناك أثبت ثقة ما بين المعارضة في الخارج والنظام كلاهما لا يسخ في الآخر يعني لا شك أن عشرة سنوات من الممارسات القمعية والأخطر في تقديري يا أستاذ محمد هو غياب المصار السياسي النظام في مصر على مدار عشرة سنوات أو حداشر سنة غيب المصار السياسي تغييبا كاملا وبالتالي أصبح الحديث عن ثقة متبادلة مسألة تحتاج لإعادة نظر بناء على إيه هذه الثقة هذه الثقة الحقيقة تحتاج إلى أمارات ودلالات ومقدمات بالمناسبة من الطرفين وليس من الطرفين ولكن في النهاية هل قدم الطرف الرئيسي في هذه المعادلة أي خطوة نعتبرها مؤشر لحسن النواية أنا أعتقد أن هذا على المستوى العام لم يتم ربما في حالات فردية في مواقف إنسانية وارد هذا كلام لا أعرفه وبالتالي لا أفترض أنه غير موجود لكن خليني أقول أن المسألة أكبر من كده وإحنا محتاجين فعلا ندعم هذه الثقة إذا كنا نريد أن نعود لمصار سياسي حقيقي لأن بغير مصار سياسي لا توجد إصلاحات حقيقية وبغير إصلاحات حقيقية وتغيير سياسي حقيقي فلن يكون هناك استعادة للمصار الديمقراطي لا دكتور أيمان معلش عشان أنا باتوه كده وتركيز ضعيف لكن خلينا أسألك سؤالي الدكتور أستاذ عمر هاشم ربيع بيكتب المقال ده وكأنه بيحرد النظام على دعوة المعارضة في الخارج في وقت المعارضة في الداخل أصلا تعبانة يعني في وقت أحمد طنطوي محبوس في وقت الدكتور حسن نفع لاستياني يكتب في وقت اشتاكى كثير من قارة الرأي في مصر المعارضي لنظام السيسي بينهم مش عارفين يكتبه فكيف قرأت الأجواء العامة لكتابة هذا المقال يعني الحقيقة خليني أقول وبوضوح لا أعتقد أن هذه المقالة المهمة جدا هي دعوة مكلف بها الدكتور عمر لتحريض النظام أو الطلب أو تحفيزه لفكرة مشاركة المعارضة في الحوار الوضع لكن ربما يكون الغرض منها وخليني أقول بين قوسيني أن هناك رجل لديه نزعات إصلاحية اسمه الدكتور عمر هاشم ربيع باحث وسياسي أيضا هو يرى أن هناك ضرورة لاستعادة المصاري الديمقراطي أي بس في معارضة في الداخل محبوسة سواء محددة إخامتها أو محبوس في السجن زي أحمد طنطوي ما أنا هصل إلى هذه المقالة يعني بداية هو بيدوع لفكرة الإصلاح أن جزء منها استعادت المعارضة سواء كانت هذه المعارضة في الداخل أو في الخير طيب ما هي الضمانات التي يمكن أن تطلبها المعارضة في الخير يعني أنت يا أستاذ محمد عندما يطلب منك أن تعود أكيد ستسأل وما هي الضمانات أن أنا أستطيع أن أعود دون أن أتعرض إلى تنكيل ما هي الضمانات أن أنا أستطيع أن أمارس عملي ومهنتي وحرفتي بحرية كاملة ودون ضغوط أو تهديد كيف أستطيع أن أنام في منزلي ولا أتوقع أن الساعة 2 أو الساعة 3 أي باب يطرق بابي أو أي شخص يطرق بابي أن هذا هو زائر الفجر عشان ده يتحقق لابد من إصلاحات تتم بداية بالنسبة للمعارضة في الداخل وخليني أقول لك أن الصورة طبعا ليست مبهجة وأعتقد أن الظروف لعبت دور كبير يعني ربما إن كانت تأجلت أحداث 7 أكتوبر أعتقد أن هذا المصاري السياسي كان سيتم التعجيل بالدخول فيه لأسباب مختلفة لا أريد أن أذكرها الآن لكن حدث ما حدث وشعر النظام أنه غير مضطر لأن يلجأ إلى هذا المصاري السياسي وبالتالي هو الآن في موقف يعني متحفظ بالنسبة للمعارضة في الداخل وعندما يكون هذا التحفظ وهذا القيد مفروض على إخواننا في الداخل أنا أعتقد أن ده لن يشجع لا الداخل ولا الخارج في الدخول في أي مصاري سياسي لكن خليني أقول لك بس حاجة صغيرة في هذه النقطة رغم كل اللي أنا قلته ورغم الصورة التي تبدو يعني رماضية أو سوداء زي ما تحب تسميها لكن في إضاءات بسيطة تحدث الآن بما فيها مقالة الدكتور عمر هاشم ربيع هل تتصور أن هذه المقالة من خمس أو من سبع سنين كان يمكن أن تكتب وتنشر في موقع في مصر وتحدث بهذا موضوح عن قصور النظام في فكرة الإصلاح السياسي النهاردة البيانة الذي صدر عن حزب المحافظين أو كلمة المهندس أكمل قرطان أمام المكتب السياسي لحزب المحافظين اليوم وحديث واضح وصريح ومباشر عن فكرة الاستبداد والاستئصار بالسلطة وأن الشرعية ليس صندوق انتخابات وفقة الشرعية دي لها منقومات كثيرة جزء منها احترام الدستور والقانون والتزام الدولة بالقيمة الديمقراطية أنا أعتقد أن هذه إشارات وإضاءات تؤكد أن هناك شيء ما أنا لا أعرف ولا أستطيع أن أتكاهن به لكن دائما أتفائل وأقول غالبا هناك مساحة ستفتح في المستقبل القليل طيب دكتور معلش يعني برضو في المقال بتاع الأستاذ دكتور عمر هاشم ربيع نوع على أن هذا الموضوع ترح في مواردة الحوار الوطني ولكن أحد المعارضين رفض هو رفض أو تحفظ مش عارف يعني هو لم يذكر عددك بتضحك ما شاهم إيه اللي يدحك بعض من المعارضين رفض طيب وده ما يدحكش يا محمد يعني ما قال إيه اللي يدحك يعني أما يبقى المعارضة هي معارضة المعارضة يعني أما يبقى المعارضة هي دورها أن تعارض وجود المعارضة تبقى معارضة ما إحنا برضو نخلي بالك إحنا في مرحلة كأن يعني ليس كل معارض يعني أنا الحقيقة معرفش ومش هسأل الدكتور عمر أبداً مثل هذا السؤال مين هذا المعارض العنتيد ولا بتسموها إيه العتويل ولا مش هسأل السؤال لكن في النهاية أنا أعتقد أنه معارض مخشوش والمعارضة المخشوشة أصبحت ظاهرة في مصر أخطر من السلع المخشوشة يعني عندنا معارضين لكن هما بيتحركوا بتعليمات الأجهزة الأمنية يعني عشان نتكلم عن إصلاح سياسي يا محمد أول خطوة لازم نفكر فيها لابد من رفع سيطرة الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية والحزبية أما نبص على حالة قمة الهرم الليبرالي والحزبي في مصر وهو الوافد إيه اللي وصل الوافد لكده؟ وأنا أقدر أقول ده لأني خبير في شؤونه وعش في 17 سنة في ضروبه ودهليزه ومواقعه المختلفة اللي وصل الوافد لهذا المستوى هو التدخل الأمني هو التدخل في اختيار أول وتاني وإلى آخره من رؤساء الحزب اللي بعضهم أنا شخصيا لم أعرفهم ولم أسمع أنهم موضيين من الأساس ولم أراهم في قياته الحقيقة الكرسة في مصر أن النظام مش بيختار فقط اللي بيقيدوه النظام بيختار اللي بيقيدوه واللي بيعرضوه وبالتالي أنت لازم تضحك يعني أما تعرف مثلا أن عدد من المعارضين المتواجدين في برلمان عشرين اربعة وعشرين الحالي نجحوا على قوائم مستقبل وطن يعني لازم تقول فيه حاجة فيه حاجة مش مزبوطة إيه هذه المعادلة اللي النظام هو اللي بيحدد المعارضة النظام هو اللي بيحدد نوابه ونوابه ده مش جديد على الساحة السياسية في مصر يا دكتور أيم تأثير ده إيه ده ليس جديد هذا المشهد ليس جديد ليس جديد على الساحة السياسية في مصر وإحنا ألفناه من أيام السادات يعني لا لا خليني أقول لك وأنا يعني عمري في العمل العام والحزبي والسياسي قرابة الاربعين سنة ونيف ما كانتش أبدا الصورة بالشكل دي كان فيه أشخاص لهم علاقة بالأمن كان فيه أحزاب مخترقة من الأمن دكتور أيمان معلش خليني أعطعك تاي معلش 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 حزب التجمع انضرب أثناء مبارك يعني في أيام مبارك انضرب باسمه رفعد انضرب بأسماء مش عايزين نجيب أسماء دلوقتي أحزاب كتيرة جدا حزب العمل انضرب أثناء أيام مبارك يعني المشهد ليس جديد حزب العمل انضرب حزب التجمع انضرب حزب وفد محمود أبازة نعمان جمعة ما كل دك أنا ايمان مبارك شوف كانت حركات سياسية محاولات للسقطاب محاولات لبس الفرقة محاولات قفل حزب العمل سنوات ووحدة شرطة جواه قاعدة تحت الباب لأنهم بدأت القصة زي محمد بدأت بالفنان محمدي أحمد ثم الأستاذ أحمد مجاهد راح مطلع عليه أنهم حدثت فرقة بينهم وبين مجموعة عدل حسين والأستاذ رباين شكري وكان فيه دفع من الأجهزة الأمنية لأن كان فيه شكوك أن الإخوان المسلمين سيدخلوا إلى حزب العمل ويعتبروه هو حزب الإخوان المسلمين والحقيقة أنه ده كان تفكير خاطئ من النظام تولت عنه ممارسات كثيرة خاطئة وبعضها كان إجرامي لكن كانت المسألة في حدود محاولات تنجح هنا تنجح في الأحرار اتقفل الحزب يا فنم ما هو كان بيعملوا إيه؟ بيعملوا الانشقاق ويوحوا لبعض الأطراف أن الدولة معكم والنظام معكم والرئيس يرسل لكم تحياته وتأييده ومساندته فالراجل يندفع يدخل المعركة يقوموا بعقين الورق للجنة شؤون الأحزاب تقوم لجنة شؤون الأحزاب عاملة إيه؟ مجمدة الحزب حتى اللعبة دي كان فيها شبط سياسي اللي بيحصل النهاردة هو إدارة مباشرة من بعض الأجهزة لكل الحركة الحزبية أو إلا قليل إلا قليل جدا 90% من الحياة الحزبية هناك تدخل واختراق وتعليمات من الأجهزة الأمنية يعني عايز أقولك أنا على بعض الكروبات في الداخل يا محمد ما بقاش يزعجني من كتر ما تعودت إن مثلا قيادات حزبية مهمة وأسماء محترمة لأي يقولك ما هو التعليمات لسه مجاتش أصلاحنا منتظرين حفلة كذا هنعمل حفلة مش مؤتمر السياسي ولا الحفلة مستنين التعليمات الأمنية عشان الموافقة على الصحور أو الموافقة على الفطار إحنا وصلنا لهذا المستوى لا إحنا ما كناش في هذا المستوى كان عندنا خروقات كبيرة جدا وانتهكات كثيرة جدا لكن كان في حياة حزبية بتخترق كان في حياة سياسية بتخترق الآن لا في حياة حزبية أصلا ولا في حياة سياسية أصلا لهذا أنا بقول أن مصار استعادة التجربة الديمقراطية في مصر يحتاج لإعادة ترميم ويعني إعادة بناء للمصار السياسي وللجماعة الوطنية وللأحزاب السياسية وللإعلام الذي تحول إلى أنت عارف تحول إلى طيب دكتور عين معلش يعني حدا جيت على ذكر أنا أعز في المقاطعة حدا جيت على ذكر أعزب الوافد وقلت أن أسمع أنت ما كنتش تسمع عنها خالص ألم تكن تسمع عن اسم اللواء سفير نور في حزب الوافد هو يعني ربما من الجيل اللي دخل بعد الوافد ماشي بس كان موجود يعني ده اسم موجود لا لا معروف طبعا وهو اسم كبير وانت قابلته على القهوة في الدقي والله عد علينا ويترشح لانت كان مترشح في الانتخابات عد علينا وسلموا عاد معنا وكنت تظن فيه الخير وانا كمان تظن فيه الخير والله طيب كيف قرأت أو رأيت أو حللت مشهد بيع الأثار أو الاتفاق على تعريب الأثار داخل المقار اللي انت عيشت فيه ده فيلا حزب الوافد في الدقي مع أسماء زي عبدالوافد محفوظ وسفير نور أو أحمد الخطيبة ظن معرفش المهم يعني الحقيقة شوف هو يعني تكسيد طفح جلدي لمرض ايه المرض؟ حالة الفساد حالة التارض يعني معقولة سفير نور كان كويس وفسد لا لا هي المنظومة فسد وبالتالي الفساد الشخصي يظهر ما هو خلي بالك مرة حد بيقول لي يعني احنا عايزين شخصياء وحد الحقيقة يعني كمان قريب بالنظام في فترة بداية الكلام في الحوار الوطني أيام ما كانوا مش عارفين الحوار الوطني رايح فيه قبل ما يروح في أنا بتحكي على حاجة تانية أنا بتحكي على حاجة تانية أن الفيديو لتهريب أثار فرعونية وانت عملت معرفة الأثار فرعونية في اسطنبول فأنا عمالة في تخيل دوقتي حد ممكن يربط لي للتنين يقول لك هاي دي الأثار بيهربوا لأي من نور لو فتحت الكدر سوية عندك هتلاقي جنبي هنا حاجات فرعونية أنا عمالة تخيل دوقتي حد مريدي يقول لك سفير نور بيهرب الأثار دي لإسطنبول بيأخذ بيشتريها لا بالمناسبة مش قريبي مش قريبي خالص ويعني أنا طبعا يعني أعرفه شخصيا عندما كان حتى في الشرطة لكن الحقيقة اللي حصل ده يا محمد بيعبر أن الخزب لم يعود خزب الحزب لم يعود مكان التربيزة اللي هم عادين عليها دي أنا أعرف كل سنتيمتر فيها أنا أعرف المواقف والقرارات اللحظات اللي خبط فيها فؤاد سراج الدين على هذه الطاولة اللي هم عادين بيتفاوضوا على صفق أعصار على هذه الطاولة اللي شهدت قرارات مثل عدم الموافقة على ترشيح مبارك نقاشات بين وحيد رأفة بين عبد الفتاح باشا حسن بين باين باشا فارج بين فؤاد سراج الدين بين محمد صلاح الدين باشا اللي كان وزير الخارجية الطاولة دي يقعد عليها دول عشان يتفاوضوا في بيع أصار وسعد الزغلول صورته فوقهم قاعدة بتتفرج يا حصلة سعد الزغلول والله أنا أعدت وأنا بتفرج الفيديو وصلني ربما من يومين ولا حاجة من أحد الجروبات المشتركة أعدت أبص لصورة سعد الزغلول ومش قادر أركز في الكلام اللي هم بيقولوه يا ترى سعد باشا شايف ايه في ولاده وفي الجيل الأخير من الوفديين الحقيقة شيء مخجل لكنه مش مستحيل وأنا بقول اللي عنده أصل زي حزب الوفد أصل عمره أكثر من قرن من الزمن إذا فرط فيه فهم مجرب وأنا بقول أن هذه ليست مسؤولية الوفديين هذه مسؤولية المجتمع هذه مسؤولية المثقفين هذه مسؤولية كل الوطنيين من الليبراليين ومن غيرهم لأن الوفد ده جزء من تراث هذه الأمة وتاريخها أن ينحدر إلى هذا المستوى أنت تعرف يعني ده بالنسبة لي زي إيه المشهد لما شفته أن مثلا تقولي أن فيه حفل راقص داخل الجامعة الأصغر يعني شوف إحساسك بإيه أنا بالضبط هذا الإحساس تملكني وأنا أسمع هذا الحوار المخجم طيب نروح إلى التغييرات اللي كنا بنتكلم عليها كيف تفسر الغرض من نشر صورة وزير الدفاع السابق بزي مدني مع وزير الدفاع الحالي وهل هذه الصورة أسكتتكم كمعارضة مأجورة ادعيتوا أن هناك معلش تضطر يعني أنا مضطر بقى سامسونجي شوية معلش هل هذه الصورة أسكتت المعارضة المأجورة في الخارج التي ادعت أن هناك حالة من الغليان داخل القوات المسلحة وأن السيسي كان يخشى من انقلاب عسكري كان يعد له أو يعد له محمد زكي مع آخرين يعني أنا شخصيا أعتقد أن محمد زكي ليس قوات المسلح يعني على الإطلاق وأعتقد أن ظهوره في المشهد بالملابس المدنية أمر طبعا متوقع لأن معلومات لا خيناف أن يوقف عند المسلحات متوقع ولا تم ترتيبه متكرر هو ترتيب متكرر والمشهد ده أما تشوف يام طنطاوي بعد عزل طنطاوي وهتشوف لقاء طنطاوي مع السيسي أما كان هو وزير الدفاع لا بس ما شفناه هو صدق صبحي لا ما هو صدق صبحي يعني الحقيقة ما كانش إيه الحالة ما كانتش بالصعوبة بتاعة المشهد بتاعة سامي عنان وطنطاوي الإخراج ده الحقيقة متوقع وأنا بعتقد وأنا بكلم عن معلومات مش عن توقعات أنا بعتقد بناء على معلومات أنه لم تكن هناك أزمة على الإطلاق بين عبد الفتاح السيسي وبين محمد زكي ربما كان هناك أزمة مختلفة مع مستويات قيادية مختلفة زي ما أقدر أقولك أنه ما كانش فيه أزمة عند السيسي وهو وزير الدفاع مع تنطاوي ولا عند تنطاوي مع السيسي أما بقى هو وزير الدفاع الأزمة كانت عند السامي عنان والأزمة المرة دي غالبا عنده أسام عسكر هتقول لي إيه الأزمة أنا والله ما عرفش لكن معلوماتي أن وزير الدفاع هو الذي تقدم من تلقاء نفسه منذ أكثر من ستة أشهر بطلب بإعفاءه من الوظيفة أو الموقع الوزاري لأسباب صحية ويعني نتمنى الشفاء طبعا من الجميع لكن إخراج المشهد الغريب جدا ليه لغاية آخر لحظة أما الراجل معتذر ليه يتحط اسمه كوزير الدفاع ليه في البروفا اللي اتعملت وخلي بالك هما بيعملوا برووفا لقسم اليمين عشان فيش وزير وهو داخل الكعبل وأظن حتى في وزير من الوزراء أما دخل شاله السجادة يعني فيه صورة كده للسجادة في النص وكل الناس بتحل في اليمين في وزير معين هو داخل شاله السجادة ما عرفش ليه أكيد أنت عايز فبيعملوا برووفا لأ عشان هو ليه سوابق في موضوع السجاجيت لا معرفش والله أنا معرفش يعني راجع ما نشر عن أحد الوزراء عندما كان سفيرا في أحد البلدان بدر أبلعطي آه أعزلك عشان سرع السجادة بتاع بالضبط هتلاقي هو بيحرف اليمين فيه السجادة اللي في النص اختفى مش عارب بقى ده المهم يعني عايز أقول لك إن كان فيه برووفا منها بيوم وده معتاد قبل قسم اليمين بيوم بيجيب الوزراء من غير الرئيس لكن بيجوا يعملوا يمثلوا المشهد ويقروا الورقة ويروحوا حتى هذه البروفا اللي اتعملت قبل أقل من 24 ساعة كان الوزير الدفاع الجديد ساقر بيعمل البروفا على وزير حكم محل طب ليه المناورة دي أما المسألة طبعية لا هو طبعا فيه جزء مش طبيعي طبعا فيه جزء فيه على الأقل جزء حدث من الخلاف بين الفريق أسامة عسكر وبين السيسي حدث خلاف في مرحلة سابقة تدخل فيه المشير تنطاوي في الوقت الذي تدخل فيه أيضا المشير تنطاوي للإفراج عن سامي عناد في هذا الوقت تم إعادة أسامة عسكر إلى القوات المسلحة وتم ترقيته إلى ردب فريق وأصبح رئيس الأكاد في الأربع شهور الأخيرة كان هناك شيء ما أنا مش عارفه مقدرش أقطع به لكن كان فيه شيء غير طبيعي وده بدى فيه زواهر كثيرة جدا وكان متوقع في هذا التوقيت أن أسامة عسكر سيتم تغييره هل ده ما كانش مستحب يحصل في وجود محمد زكي فكرة أن محمد زكي كان طرف في مؤامرة وانقلاب أنا أستبعد هذا الكلام فكرة أن أسامة عسكر كان لديه طموح في أمور أخرى وارد يعني هذا أمر غير مستبعد بالمرة لكن في النهاية المشهد خطأ خروج وزير الدفاع يا أستاذ محمد ورئيس الأركان كلاهما معا في هذا التوقيت اللي عندك حرب على حدودك الشرقية وعندك اضطراب شديد على حدودك الغربية مع ليبيا وعندك كرسة على حدودك الجنوبية مع السودان فتقوم مغير وزير الدفاع ورئيس الأركان الاتنين معا في نفس التوقيت هذا تقدير خطأ وفقا لوجهة نظري التي قد تكون خطأ أنا لا أعرف الأسباب لكن إن لم تكن هناك أسباب كبيرة لا يبوز أهم شخصيتين في الجيش المصري يتم تغييرهم في مثل هذا التوقيت وكمان الغريب شوية أن أنت بتجيب حد من خارج المنظومة يعني أنت مش جايب رئيس أركان كان نائبا لرئيس الأركان أو كان داخل مطبخ العمليات في هذا التوقيت لأ أنت بتجيب حد كان محافظة سويس وخرج ورأيته ورأيته رأيتين سريعا عشان يبقى وزير الدفاع أنا بس الوقت بيجري قدامي وأنا عندي أسئلة كتير قوية من الأسئلة اللي عايز أسألها لحضرتك هو هنيجي لوزير التعليم بعد كده لكن ما الفائدة مصاب باكر يطلع يقول الحكومة دي قدامها سنة وتستقيل عشان فيه انتخابات برلمانية يعني هل يجوز أنه تعمل حكومة عادة كم أسبوع تتفاوض مع شخصيات ثم تقسم الحكومة القسم ثم فجأة بعد سنة هتستقيل ما تداعي لكل هذا المشهد الهزلي أصلا يعني والله دي بشة خير من الأستاذ نصفة بكري اللي أشكره عليها ولو قرب شوية لانتخابات البرلمانية وأعتقد أن هي هتقرب عن سنة فيبقى هنخلص من الحكومة دي قبل السنة هو اللي بيقوله صح وغلط ليه صح لأن مع كل انتخابات برلمانية أو رئاسية المفروض أنه بتشكل حكومة جديدة وغلط أنه مش بالضرورة تكون جديدة بدلالة أن ربنا أكرمنا للمرة التالتة ولا الرابعة بمصفة مدبولة رئيس وزارة فممكن بعد الانتخابات البرلمانية نكلف مصفة مدبولة برضو ففكرة أن التغيير هيحصل بعد سنة ده كلام لا ضمانة فيه لكن فكرة أنه لازم يحصل بعد انتخابات برلمانية أو رئاسية ده كلام صحير لكن أي تغيير هل إحنا سعيين أن إحنا شلنا فلانة وحطينا فلانة وشلنا فلانة وحطينا فلانة ولا إحنا بنسعى لتغيير في السياسات أنا معنديش مشكلة شخصية مع معظم الوزراء وأنا أعرف بعضهم وبعضهم تزامنا في الجامعة أو في اتحاد الطلبة أو في غيره لكن في النهاية المشكلة مع السياسات مش مع الأشخاص المشكلة أنهم ليسوا وزراء وبعدين هم الصفة باكري بيقولك بعد الانتخابات البرلمانية هنعمل حكومة جديدة يعني لو حزب غد الثور الذي أشرد الانتماء إليه فاز في هذه الانتخابات بأكبر عدد في المقاعد هيشكل هو الحكومة الحقيقة لا الحكومة تشكل من خارج الأوعية السياسية وده مش سيء يعني ده موجود في بعض الدول بيشكل الحكومة تكنقراط أو حكومة متخصصين لكن ما تبقى الحكومة لهي حكومة سياسية جاية بألية سياسية مفهومة وبأشخاص لهم حيثية سياسية ولا كمان حكومة خبرات وكفاءات ولا تكنقراط حكومة شهادات مضروبا يعني بالله عليك احنا لا طيلين حكومة سياسية ودي مسألة مهمة جدا ولا طيلين حكومة تكنقراط متخصصين متخصصين للأسف الشديد لحنا هنا احنا في النص في مقطع عميقة منحدبة طيب دكتور عيمان نرجع تاني الوزير الدفاع انت كتبت تويتا عن اختيار وزير الدفاع والمجلس العسكري وانه هل سؤل المجلس العسكري والبرلمان ولمحت على انه اختياره بهذا الشكل ربما نصدق أنه مخاطئ ده اللي أنا فهمته من التويتا بتاعتك الى ما كنت تلمح اذا كنت أنا فهم غلط لاني يعني انتمي لقبيلة اسمها قبيلة القانونيين ولاني معني بالقانون الدستوري وهو او القانون العام وهو تخصصي في الدراسات العليا والدكتورات فانا معني بالدستور معني يا عم حط الدستور اللي انت عايزه وستحترمه هذا الدستور الذي وضعت فيه هذا النص الذي تلزم فيه رئيس الجمهورية او السلطة التنفيذية بمراجعة المجلس العسكري واخذ موافقته على عزل وزير الدفاع وده كان نص موجود لحماية السيسي في وقت الدكتور مرسي او حماية الحالة دي رغم ان النص ده في تقديري دستوريين خطأ خطأ لكن هو نص موجود في الدستوري طب ما نحترمه طب ما نعرض على المجلس العسكري طب هل انت عرضتوا على المجلس العسكري ما بين الساعة 2 بالليل والساعة 10 الصبر يعني هل جماعة في المجلس ولا انتوا هتخلوه يوافق لحقا وهل ده يصحح الخطأ الدستوري يا يا اخوانا النظام مش بالضرورة يكون بتاع الدستور ومش بالضرورة يكون خبير في القانون بس بالضرورة يكون جنبه ناس مخلصين ومناء يقولوله هذا مخالف للدستور يا اخي انا اذكر من حكايات الوافر وذكرياته كان يحكيني فوقاد بشر تصواج الدين ان صفى بشر محاس رحمة الله عليه كان عامل عقدة للملك فاروق لانه كل ما الملك فاروق يقوله حاجة يقوله الدستور يا جلالة الملك لا ياسم الدستور يا جلالة الملك كلمة استاذنا الكبير العقاد عندما قال نصحق اكبر رأس في هذه الدولة حماية للدستور او احترام الله فين الدستور يا جماعة يعني في امور يملكوا ان هما ما يخرقوش الدستور فيها لكن المسألة ما حدش فهم يعني ايه دستور ويعني ايه قيمة الدستور فللأسف الشديد ما يحدث امر مؤسف بغض النظر عن موقفنا بقى من وزير الدفاع اللي ميشي ولا اللي جه انا بتكلم عن الشكل عن اجراء يجب ان يحترم بغير هذا الاحترام للدستور لا امل في اصلاح سياسي ولا ديمتراسي طيب كيف رأيت نفوز كامل وزير اللي بيتمدد دلوقتي وتقلد ثلاث مناصب مع بعض منصب وزير نقل وزير صناعة وايضا نائب رئيس وزارة يعني الحدث ده حصل فحياتنا كتير يعني حصل مرات شوفنا ناس بتتقلد حقبتين لكن ثلاث حقائب دي جديدة قوي علي بصراحة قد يكون عندك انت معلومة ان هناك اشخاص تقلدوا ثلاث مناصب مهمين هو الحقيقة بس هو كان يختضي قبل تطبيق هذا التعديل تعديل اسم الوزير يعني هو كامل الوزير يخلوه كامل وزيرين مثلا تبقى مسألة مفهومة لكن ازاي يبقى الراجل وزير ويبقى وزيرين تلاتة بقى ده نائب رئيس وزراء كمان نائب رئيس وزراء لا هو الحقيقة طبعا انا ما عنديش تفسير انا بالمناسبة مش من الناس اللي واخدين موقف شخصي تجاه كامل وزير وبالعكس في بعض الاحيان بجد ان الراجل بيحاول يعمل حاجة لكن بره تخصصه او بره او بعيد تماما عن اهتمامه الصناعة دي للأسف صناعة يعني اسمها صناعة لازم يكون الذي يمارس فكرة الصناعة صانع له علاقة بالصناعة له علاقة النهاردة خبرة السيد كامل الوزير وبعدين هو شايف ان هو طالما هيروح من تمانية مش عارف الاثنين هنا ومن اثنين لتلاتة مش عارف فين كده حل المشكلة لا حقيقة ما حلش المشكلة لان الصناعة هي الامل الوحيد لانقاذ الاقتصاد المصري هي استعادة قيمة الصناعة والزراعة ده الامل الوحيد لانه فما توكل الامر لغير اهل لمجرد انك تحدث ترضية وانا عارف ان في بعض الاجهزة كانت معطردة على كامل وزير اصلا وانا الحقيقة بقول المهارة الوحيدة اللي بتعجبني في كامل وزير وكنت عايزة اقولها بس يعني بياجاز كده الرجل ده بيعرف يجيب الفلوس بيخلي الدولة تطلع من موازنتها يعني تصور يا استاذ محمد ان تلاتة وتسعين في المية من القروض اللي اخدتها واخدها كامل وزير الخاصة واخدها كامل الوزير بطوله بمجهوده الفردي ده لعيب لازم يلبسه رقم عشرة وينزل يلعب في فريق كورة لا مواخدها لقربه من السيسي ما هيش مهارة يعني يعني هي مش مهارة ما انا بالترية لكن الحقيقة يعني هي كالسة لان هو بياخد الفلوس دي عشان احنا نسددها عشان ولادنا يسددوها عشان خطاع تاني يروح يبيع نفسه عشان يسد القروض اللي واخدها كامل وزيري الحقيقة المسألة يعني فيه ربنا يكون مع مصر والله يا محمد طيب خلينا نسيب السيسي ونسيب بقى بالمناسبة مصطفى مدبولي قيل النهاردة نخد وزارة جديدة اسمع وزارة التنمية لإصلاح الإدارة والإصلاح الإداري يعني الخبر كان موجود معنا بس الوقت عدى فأصبح كده استحدثت وزارة من 24 ساعة اسمع وزارة التنمية حاجة كده يعني أنا معرفش عندنا وزير التنمية محلية هي حاجة عندنا وزير التنمية محلية لكن مصطفى مدبولي أخذ وزارة جديدة تم استحدثها من كم ساعة كده فاته يعني خلينا نرجع نترك السيسي ونظامه ونروح للمعارضة بعد 11 سنة على حكم السيسي أهو بدرجة وزير السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة كلف عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي مهمة جيدة إضافة لمهام عمل ورئيس الحكومة وهي يبقى أن يكون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري طب وبتاع التنمية الإدارية أنا ده اللي أجنم أنا من الصبح عارف مصطفى دي بلد العجائب أحكي لك حكاية سريعة كده الدكتور كمان الجنزولي رح تطبع عليه كان رجل مشترم لكن هو أكثر مدني أو أكثر مستبد بملابس مدنية شوفته في حياتي كان لا يقبل الرأي ولا النقد ولا أي حاجة رابنه رجل مختار أما تعين رئيس الوزارة هو كان وزير تخطيط وكان معتز جدا أنه الذي ابتدع التخطيط التأشير يواعى مش إلى آخر القصة فقد الوزارة أظن للبشري كان فيه وزير في هذا الوقت مش فاكر اسمه الأول إيه واحتفظ لنفسه بنفس الوزارة فبقى عندنا في مصر ودي البلد الوحيدة أنه شافت الحكاية وزيرين لوزارة لا ومش أي وزارة دي وزارة التخطيط لها لازم تمشي كده فبقى عندك وزيرين للتخطيط فأنا اكتشفت أن الموضوع ده طلع فجأة كده زي موضوع مجبولي وما حدش أعلن عنه وأن الراجل ما أقسمش اليمين وأنا كده هنبههم لغلطة هما هيقعوا فيها مليون في المئة خلص خلينا نبههم وينبنا السواق المفروض أن الرجل ده يطلع بكرة يحلف اليمين على الوزارة الجديدة لإلا يكون هناك بطلان في التشكيل الوزاري لوجود عضو في هذه الوزارة لم يخسم اليمين اللي هو دكتور مصطفى مدبولي اللي هو كان زمان في الواقع القديمة كان هو دكتور الجنزول فأنا عملت استجواب وحسني مبارك بكل جبروته وعناده جاب الجنزولي قال له احلف وهذا التلفزيون يصور يحلف تاني واشتغلاته الغلطة دي مرة تانية فأنا عايز أقول لك بس هما هنا غالباً مش هتفادل الغلطة وهيبقى الراجل ده وزير دون أن يقسم اليمين وهذه مخلفة للدستور بس هو بيقولك هو بيقولك بدرجة وزير ولو بدرجة وزير ولو حقيبة وزرية معه أصل وزرات أنواع ممكن يبقى عنده حقيبة وزرية بلا وزارة ما كانت موجودة في وزارة الخارجية كان عمر موسى وزير خارجية وبوترس غالي شؤون خارجية وزير الدولة يعني بس وزير الدولة والوزير بلا وزارة يعني في وزراء بينزل بيتهم كده مش عادي في راحتين ما عندهوش وزارة أصل ما عندهوش مكتب أصل آه ما عندهوش مكتب وفي ناس كانوا بيسلفوهم مكاتب يعني يعني نعرف مهم مش عايدة أخلط في تفاصيل لكن خلينا أقول هنا وده الأهم أي واحد من دول لازم يحرف اليوم طيب دلوقتي بقى عندنا وزارة تنمية وإصلاح إداري وزيرها مصابة مدبولي وعندنا وزارة تنمية محلية وزيرتها ست كده مش عادي اسمها حاجة يعني اللي كانت محافظة آه ما نلعب آه والحقيقة شابة هيلة يعني يعني بس الحقيقة آه أنا مش عارف يعني إزاي نعلم خلينا طيب نسيب السيسي بقى ووزاراته والحاجات دي وعايز أقول لك أبارك لك بسرعة أنه أول قرارات الكابتن كامل وزير في وزارة الصناعة أنه هيخلي أيام العمل في وزارة الصناعة من خمسة أيام تبقى ست أيام طب ما يشتغلوا يوم يعملوا فيه صناعة ويرياحوا البقاء أحسن لا أخي هو السؤال مش كده هو السؤال وأنت عندك كهربا تشتغل يوم زيادة عندك أجور تشتغل يوم زيادة عندك مصانع أصلا متوقفة عشان ما فيش غاز ومزوت وحاجات كده تشتغل يوم زيادة عندك 8000 مصنع متوقف أصلا عشان تشتغل يوم زيادة يعني أنت عندك مشاكل كتير قوي تخليك أصلا تدور على حاجات تانية مش على يوم زيادة على أي حال نعود إلى المعارضة عشان الوقت بس خلص 11 سنة على حكم السيسي ألم تكن هذه الفترة كافية في تجميع المعارضة وتطوير أدائها خارجيا من كلمة المعارضة في الخارج يعني طبعا الحقيقة سؤال في محل وكان ينبغي أن المعارضة سواء في الخارج أو في الداخل أن تحافظ على وحدة مكوناتها أنا بعتقد وهتكلم يعني بصراحة وقد يغضب هذا الكلام بعض إخواني وأحبابي وشركائي في المعارضة في الخارج الإنشقاقات البينية الداخلية لعبت دور كبير في إضعاف صورة المعارضة وإضعاف تأثيرها هل لا توجد معارضة في الخارج وأنها فشلت في كل شيء؟ لا ده كلام مش صح خاصة أن معركتنا جزء منها الوعية جزء منها التنوير جزء منها توضيح حقيقة الأزمة التي تعيشها مصر التغيير حدث يقرر الشعب والمعارضة هي رافعة في هذا الحدث طيب دكتور الإنشقاقات داخل المعارضة في الخارج أضعفتها نبدأ من هنا بقى؟ بين فريق من معارضة عشان يبقى الكلام أولا لا ما تسميه يعني لا شك أن الانقسام الذي حدث داخل جماعة الإخوان المسلمين كان له تأثير سلبي على مكون رئيسي من مكونات الجماعة الوطنة المسلمين وأنا يا دكتور أنا عشان الوقت خلص وأنا عندي حاجة في قلبي لو نمت بها هاتعب ما تيجي نمجيبها على بلطة كده أنه المصالح الشخصية والمطامع على الكل مش على المعارضة فقط هي قافة المعارضة أو قافة الأصوات خلالنا نقول الأصوات في الخارج ما هو قولك؟ يعني خليني أعدل شوي وأقول هي أحد أهم من الآفات التي أصابت المعارضة لكن هناك آفات أخرى وهناك آفات لها زي إيه تماش؟ زي إيه آفات أخرى زي إيه؟ الانشقاقات ما هو إحنا بنقول الانشقاقات دي سببها البحث أو الجاري وراء المطامع الشخصية وراء المكاسب الشخصية في بعض الأقيام لكن فيه وانت يا دكتور ليه لازم يعني انشقاقات حدست داخل الأصوات وأنا عندما أقول أصوات لا أتحدث عن المعارضة فقط ولكن أتحدث عن الجميع بما فيهم أنا عشان نبقى على بلطة كده البحث عن المكاسب الشخصية إلى أي مدى أضعف الأصوات في الخارج طيب خليني أقول لك إيه تاني هو فيه تاني هو فيه دي دي بلوة أصديم صيبة سودة ده كلام صحيح بس هو الحقيقة أن دي قفت الحال عامة في مصر في السنوات الأخيرة الصوالح الخاصة التي يعني تتحكم في الصالح العام وليس الصالح العام الذي يجب فيه مسألة أخرى خليني أقول هنا معانش فتحبيني أن ينصد فيه حالة تداخل وخلط حدث في السنوات الأخيرة أنا شخصية منزعك جدا زي وهي فكرة الخلط بين السياسي والإعلامي والناشط على السوشيال بي كل واحد بدأ يعمل تقريباً دور التاني وهذا الخلط خلّ كل واحد ما بيعملش دوره لا السياسي بقى سياسي ولا الإعلامي بقى إعلامي ولا بقى سياسي ولا الناشط بقى إعلامي أو سياسي إن لم يحدث هذا التمييز والتمايز إحنا محتاجين الإعلامي في دوره الإعلامي ومحتاجين السياسي في دوره السياسي ومحتاجين الناشط على السوشيال ميديا في دوره على السوشيال ميديا هذا الخلط الحقيقة أساء كثيراً من المعارضة وأنا دايماً أسألهم سؤال ما عندك دكتور أسنان شاطر ليه تشغلوا دكتور أمراض نصف مثلاً أو العكس ما نخلي كل حد يعمل دوره أنا بأعتقد أن إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل صفوف المعارضة المصرية إعادة لم الشم والمصالحة الداخلية والمصارحة ما بين المعارضة في الخارج والخارج وبين المعارضة في الخارج وفي الداخل كل هذه خطوات يجب أن تسبق أي حوار مع الطرف الآخر إحنا محتاجين نراجع أنفسنا نراجع اختياراتنا نراجع النماذج التي تتصدر المشهد بمكوناته السياسي والإعلامي والسوشيال ميديا لأن فيه أمور أصبحت غير عقلة وأصبحت غير منطقية وهناك خطاب يحتاج لمراجعة وتصحيح ما فيش حد بيقعد عشر سنين بيقول نفس الأفكار وينتظم نتيجة مختلفة نحن لم ننجح في إحداث التغيير المطلوب لازم نعترف بهذه الحقيقة ولازم نقول أننا لن ننجح فيه مستقبلاً إلا إذا قمنا بكذا وكذا وكذا مين لحد هذا هو الحوار الداخلي وأنا من خلالك ومن خلال برنامجك أنا بضع لهذا الحوار بين المعارضة والمعارضة في الخارج وبين المعارضة والمعارضة في الداخل وفي الخارج وهذه هي البداية الصحيح لأي حوار وطني حقيقي بين كل مكونات المجتمع في مستقبلاً دكتور أيمن نور زعيم حزب غد السورة يعني بشكرك على هذا الحوار الصريح جداً وإن شاء الله نلتقيك في حلقات تانية بشكرك جداً شكراً بهذا اللقاء مع الدكتور أيمن نور بتنتهي حلقتنا اليوم وأنا بقول كرأيي أنا أرى أن الحالة بائسة يعني شديدة البوس في مصر حالة في مصر شديدة البوس ومصر هي قلب العروبة أو قلب الأمة وقلب المنطقة دي فإذا كان هذا القلب مريض فاعلم أن هذه المنطقة بالكامل من مراكش للبحرين مريضة حتى وإن بدت في بعض اللقاطات بأنها قوية أو معافية إلا أنها تبقى مريضة طالما مصر هذا القلب مريض مع الأسى والأسف الحلقة خلصت إلى أن نلتقي غداً وحلقة جديدة من مصر النهاردة تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير تصبحوا على خير